قيادتنا الرشيدة لم تقصر في حق المرأة في الدولة لذا أخذت المرأة دوراً كبيراً في مختلف الأنشطة وأيضاً المجالات ليس لدينا أي عوائق تمنع المرأة من دخول أي نشاط تجاري أو عمل أو أي مشروع خاص بها لتصبح سيدة أو رائدة أعمال في يومنا هذا صحيح زينة بكلامة ولا لو ما مجدت هذا الدعم من القيادة الرشيدة إلا ما كنا نحن موجودين في كل المجالات جنباً إلى جنب مع الرجل معنا اليوم نموذج نرحب بالأستاذة سيرة الخزعلي وهي سيدة أعمال إماراتية صباح الخير أستاذة صباح الخير صباح اليوم صباح السعادة يهلا فيكم صباح الخير طبعاً في البداية ريادة الأعمال لها أسس عشان تنجح هي من الأماكن اللازم نطبق فيها أسس معينة عشان ننجح ونصل إلى الأهداف السامية في هذا المجال خبرين عن الأسس التي اتبعتها لتصلي إلى ما أنت عليه طبعاً مثل ما تكرمت الأخت زينة بقيادتنا الرشيدة دائماً توفر جميع متطلبات المرأة الإماراتية من كل النواحي من ناحية المنصب من ناحية مكانها الاجتماعي في دولة الإمارات لذلك نحن في دولة الإمارات السيدات دائماً تحصينا يعني من قول 70% وصلنا إلى سيدات أعمال في دولة الإمارات وصلنا بالنسبة للمرأة الإماراتية وصلت لها كيانة في الدولة وهذا من قيادتنا الرشيدة طبعاً المرأة الإماراتية دائماً هي نموذج أصبحت جزء من المجتمع لا يتجزى في دولة الإمارات لهذا إحنا الإماراتية دائماً تحصلينها في كل مكان موجودة مثل ما تكرمتوا الحين مثل حضرتكم في التلفزيون صارت وزيرة قاضية هذا كله يرجع لقيادتنا الرشيدة ودور قيادتنا الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية أكيد طبعاً أستاذ سينا نقدر نعتبر هذا داعم أو أساسي لتكون المرأة رائدة أو سيدة أعمال في الدولة شاركتي في العديد من الدورات في عدة دول مختلفة سواء العربية أو غير العربية حدثينا شوية عن بعض هذه الدورات بالنسبة للدورات اللي خارج الدولة داخل الدولة كانت طبعاً عدة مراكز وعدة جهات حكومية عطيت الدورات فيها والحمد لله نالت قبال كبير على هذه الورشة لكن خارج الدولة هي كانت تطوعية وبمساد ندت طبعاً بقيادة حكومتنا الرشيدة بعد ساهمت فيها لكن اللي خارج الدولة استفدت أكثر استفدت أكثر كيف استفدت أكثر؟ بأني أنا استفدت من صفات الدول من معالمهم من تجاربهم من ثقافتهم الاجتماعية كيف المستفيدة الأكثر كنت أنا في هذه الرحلات اللي سافرت لها الدول العربية والأفريقية والأوروبية بعدها ما كانت عندي صحيح حتى هذه المبادرات ما حتى موجودة عند مثل ما نقول ريادة الأعمال بس يعني حتى في الكثير من المبادرات عند الطلبة في المدارس تقوم الدولة بإرسالهم خارج الدولة لي مثلاً شهرين أو ثلاثة شهور للتعليم مثلاً عشان بس يتعرفون على ثقافة الغير ويكونون مساعدين مش حتى داخل الدولة وإنما خارج أيضاً الدولة أستاذ السهيل أنت تصنعين السجاد اليدوية أو اخترتي هذا المجال بالذات من منظورنا الشخصي لأننا ما دخلنا إلى هذا المجال فنحس أنه من الممكن أن يكون صعب لماذا اخترتي هذا المجال دوناً عن ريادة الأعمال أو المجالات في ريادة الأعمال الأخرى؟ أنا كذا مرة ذكرت هذا الموضوع طبعاً كان عندي في أرض المعارض في أبوظبي وحضرت كان عندي معرض في أرض أبوظبي فلما حضر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظ الله ورعاه كان عنده حضور ويتجول على بعض الأماكن فكنت أنا من ضمنه موجودة في صناعة السجاد اليودي وكان دعم عندي من صندوق خليفة فكنت حاضرة في يومها طبعاً سيدي صاحب السمو لما شافني أنا موجودة وصانعة السجاد والسجاد ترى صعب جداً يعني يصعب على الأمر لأن بحر صعب تبحرين فيه من موجودي أنا من يوم هو أنا كلمة قالها سيدي صاحب السمو والله يحفظها ويرعا فقال طبعاً سيدي حيلت هذه الكلمة عمري ما أنساها وظلت حلقة بإذني لحد هذا اليوم وبعدني وما زلت وأقول بعدني ما أعطيت المزيد لازم أعطي المزيد من هذه الدورات لجل بأنابل إماراتية بخيوط إماراتية أحاول أنشر هذه الحرفة خارج الإمارات لجل تكون خيوط ذهبية إماراتية طيب أستاذ سهيلة في بعض الصور تعرض السجاد الذي تصنعينها حدثينا عن بعضها هاي مثل غابة أو شجر هاي مناظر طبعاً دايماً أختار المناظر للطالبات الطالبات دايماً لما تكون تقولين صناعة السجاد الطالبة تمل من الصناعة السجادة لا تأخذ مدة طويلة لا مش وقت لما تجبي لها لوحة وتخلي لها لوحة وهي من خيوط فتستانس سواء كانت مسنة أو كانت في شباب ولا طالبة تحب مثلاً لاحظة مثلاً لما تقولين سجاد ما ترقب في الدورة لما تقولين في لوحة قد أعمليلي مثل هذه سجادة هي بتكون تستانس تعجبهم الفكرة أكثر تعجبهم الفكرة جداً نعم طبعاً الدراجة أم الدراجة هاي أحد الأخوات في السودان من أصحاب الهمم طبعاً هذه دربتها وعلمتها وصارت تتوزع منتوجاتها على المحلات ودائماً تتواصل معها يعني كقصة صارت إلي هذه في السودان اعتبرها قصة دعمتها يعني دعمتها نعم نعم هي وأختها سبحان الله هم خوات واثنين هم أصحاب الهمم هاي خواتهم واثنين فهي الصورة بالسودان طبعاً الله يوفقكم بإذن الله في كل الأعمال يقومون بيها نعم في مركز نعم أيضاً هاي في جيبوتي نعم هاي جيبوتي تقريباً 120 طالبة كانت دربتهم وعلمتهم ومدة ثلاث شهور واستنتجت من عدن تقريباً 30 وحدة طلعاً متدربة صارت هم يدربون في جيبوتي أيضاً أستاذة سيلة ذكرتي اللي هو وجود صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً من أهداف اكسبو 2021 في دبي اللي هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل الكبيرة كلمين أكثر عن دعم الدولة وجهودها في وجود مثل هذه الصناديق الممولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً إرسالكم لمثل هذه الدول لتعليم الآخر هذه الحرف طال عمرش مثل ما قلت لك قلت لك إحنا إذا ما كان في عندنا دعم صندوق خليفة أو أي مثلاً مؤسسة محمد بن راشد تبع هم المشاريع الصغيرة والكبيرة لا نستطيع نقوم لا نستطيع نعمل أي شيء لأن نحتاج إلى مواد نحتاج إلى أماكن نحتاج إلى رخص بالنسبة مثلاً الرخصة تنطلغ من المنزل دعم للمرأة هذا الرخصة يكفي أن الرخصة تنطلغ رخصة منزلية عندك الدعم من صندوق خليفة الرخصة تكون مجاناً ودة ثلاث سنوات الدعم المادي موجود يعني حتى العمال كان زماننا ما ندفع لهم الثلاث تالاف في العمل يعني تكون تيبينهم على بدون أي مادة أي رسوم فهذا دعم كبير أعتبر أنا للمرأة أولها أنا يعني أتكلم عن نفسي أنا لولا صندوق خليفة ووقوف صندوق خليفة معي ودعم صندوق خليفة ما توصلت لهذا المكان أنا ولا قدرت أطلع لخارج الدولة حتى أشك خيط إبرة خيط بالإبرة يعني نعم أكيد فعلا الدعم ساعدكم كبيرا دعمك ساعدنا كثير كثير ساعدنا أكيد طيب أستاذ سهيلا شو الصعوبات التي تواجهينها حتى لو مثلا تحبين هذه المهنة أو عندك مهارة كافية وقلتي هناك دعم من الدولة لكن شو الصعوبات الشخصية التي تواجهينها عند صناعة السجاد اليدوي أو تعليم الفتيات الأخريات هذه المهنة أو المهارة والله سبحان الله أنا هذه الحرفة ما واجهتني أي صعوبة بالعكس قاعدت تعطيني المزيد من التقدم والمزيد من الأفكار التي أدرب مثلا كانت الآلة على حديد فطورتها وسويتها على خشب وعملتها صغيرة قمت أطور في الآلة فالآلة كانت كبيرة وفي المنزل وتأخذ حجم كبير في البيت نفس هذه الحين نعم قمت أعملها مع الرسوم قمت أعمل في الأرقام مثلا بعض الطالبات ليس مثل زمان اللي قبل 40-50 سنة في الخيط لا قمت أعمل أرقام فالرغم مثلا خيط رقم واحد خيط أحمر رقم ستة فاللوحة تمشي على الأرقام صارت الأرقام الرياضية فهذا وفر لي كثير من الشيء صحيح أني واجهت فيه صعوبة بالبداية لكن الحمد لله قدرت أتفوق عليها أيضا أستاذة سيلة لأنك أنت تعلمين أطراف أخرى هذه الحرفة فأكيد يجب على الأشخاص على الأقل أن يتمتعون بمهارات معينة عشان يقدرون أنهم يمارسون هذه الحرفة مثل ما نقول يعني مثلا أولها من الممكن هنا تكون الصبر عشان نقدر أن نحن مثل ما نقول نصنع سجادة أو تطلع سجادة بالطريقة الصحيحة لازم أن نحن نصبر على الأقل عشان تطلع بالصورة المناسبة مراية شو هي أو أنت بما أنت مدربة في هذا المجال عطينا من أهم المهارات اللازم يتمتع فيها الشخص اللي داخل عشان يتعلم هذه الحرفة شوفي أنا فيه كان عندي دوة ورشة تدريبية هي مع وزارة الداخلية أو مع وزارة الداخلية كانت لنا مع المساجين فكان دورنا إحنا لما دخلنا هذه الحرفة للمساجين كتبناها حرفة بلا معانات شو اللي بلا معانات يعني أنت لما تجين تعطين واحد هذه الحرفة بدورة يعني تعرفين الحمد لله إحنا الإمارات شبابنا وبناتنا ما يجلسون على السجادة وتقعد تأخذ وقته إياها في بعض هواية في بعض هم حابين هذه الحرفة يتعلمونها كتعليم وليس كتجارة فأنا دائما أطرح هاي الأمور هذا قل ليش لا هي أحد المشاريع تكون هذه ليش ما يكون طالق هاي البنت إذا تعلمت هاي الحرفة ممكن تكون تكون من عندها مشروع فدوري أنا كان في تعليم السجاد للبعض هي الفكر ليش الفكر لما يكون الإنسان مشغول في شيء ينسى المشاكل اللي التواجه برا يتدرب يتعلم فلا تنسين يعني في بعض البلدان بشرق الأوسط في دول ثلاثة أو أربع دول ما أذكر إساميها فهي عايشة على السجاد عالميا صحيح عايشة على السجاد عالميا يعني صار المتر السجادة صارت وصلت إلى ألف دولار ألف وخمسمية دولار بالمتر فهذا نوع من استثمار يعتبر نوع من استثمار يعني يعتبر أنا استثمار هذا لهذا أقول دائما أشجع البنات الطالبات عندنا بعض السيدات جبناهم في جمعيتهم ونساء لنساء كبار سيدات كبار دربناهم وعلمناهم فلما دربناهم وعلمناهم ما شاء الله صار عملوا لهم بازار معرض وباعوا من الإنتاج وفي جهات طلبتهم يدربون يدربون صاروا متدربات الحين يعني شوف الحرفة هذه ما أقول لك أنا يعني الأول بهذه الحرفة في ناس حرفيين في ناس أكثر من عندي خبرة بهذه لكن أنا كدوري بالإمارات وكدوري إماراتية أعتبر نفسي الأول اللي جبت هذه الحرفة ودخلتها في دولة الإمارات وتعبت عليها يعني فعلا تعبت عليها حتى أوصلها أوصل لهدف أوصل لهدف أكيد وعلمتي طبعا أستاذ سهيلة العديدين مثلا من النساء نقدر نقول وأصبحت لهم كمشاريع أو كمصدر دخل سواء في الدول العربية أو الدول الأفريقية نعم سميتي أو لقبتي بصانعة الأمل ماذا يعني هذا اللقب لسهيلة؟ حبيبتي صانعة الأمل هو الشي المعاكس لليأس صانعة الأمل الشي المعاكس لليأس اليأس يعني عدم وجود في الحياة عدم وجود في الحياة فلما تلقبت بهذه الصانعة الأمل كلمة الأمل هي تبني آمال طبعا وتصنع الآمال وتبني أحلام فالبعض منهم يعني تحسين عايش كان في يأس يعني ما أتكلم عن اللي دربتهم في الإمارات اللي أتكلم عن دربتهم خارج الإمارات كانوا في حالة يأس فلما دخلت عليهم هذه الحرفة وتعلموه وهذا قالوا أنت خليتين يعني صار أننا كيان في الحياة صار عندهم أمل وصار عندنا أمل في الحياة حسينا نفسنا وجود والحرفة هذه ما هي مكلفة يعني لما أرسل لهم النسيج وارسل لهم المواد وهذا فتعرفين لما توفرين المادة وتوفرين كل الأمور اللي تطلبهم أنت أحييتي إنسان صحيح هو بناء الإنسان قبل بناء فدائما سبحان الله قلت لي أنا ما أعرف اليأس ودائما أحب أكون يعني خط أحمر على اليأس عندي فدائما يكون طاغتي إيجابية في هذه الأمور وأعطي من كل قلبي الدورات التي تحتاجها أي إنسان تحتاجني بها إن شاء الله نعم يا رب كلنا نتجرد من اليأس في يوم من المحن وما نتأثر في المؤثرات الخارجية لأن أستاذ السيلة ذكرت أن هذه الحرف موجودة في جمعيات مخصصة في الدولة نعم أول أيام زمان يمكن على عمارنا إحنا كان موجود في المدرسة اللي هي بعض المواد اللي تعلمنا اللي هي الأشياء مش السجاد وإنما الأشياء الإماراتية مثل الخوص ومن هذه الأمور صحيح إلا أنها تدهورت الآن وما موجودة في المدارس لتعليم الأطفال هذه الحرف الجميلة كلمينا كيف من الممكن نحنا نزرع مش في الكبار وإنما في أطفالنا وجود مثل هذه الحرف وهذه الفنون مثل ما نقول في حياتهم تكون جزء لا يتجزأ منها والله أنت تعرفين مثلا عندك بعض المؤسسات اللي ذكرتيها كثير من عدها تسعى إلى أحياء التراث الإماراتي من جديد أحياء بس وحاولنا كثير إحنا ونتناقشنا كثير بهذه الأمور نحيي التراث الإمارات بس أصبحنا الأحياء التراثي أصبح كنموذج قرفة معمولة في أي مركز كنموذج تدخلين تقولين للطالب بالله هذا السدو وهذه المدانة هذا كذا هذا كذا يعني ما أصبح شيء عملي في المدارس صحيح يعني بعض في بعض لأنني من كثر قلت لك مات سافرت بره وشفت ثقافات الدول في بعض الثقافات تدرب تعلم أولادها ثقافة بلدها ثقافة بلدها يعني حتى البعض منعتها يعلم الخوس الخوس هذا الخوس يتعلمون بالعكس الجزيرة العربية كانت هي مصدر معيشتها كانت من الخوس السدو القزل البحر فهذا يعتبر تراف فالغزل نوع من أنواع اللي عاشت على الجزيرة العربية كان هو المستهدف للمنازل للبيوت للعروس لكل مكان الغزل فتحسين انقرض صحيح انقرض يعني قلت لك مثل ما قلت سأصبح نموذج معرض يترتب في أي مركز بس مجرد أن نقول والله اليوم هذا تراث الإمارات نعم طبعا طبعا أستاذة سيلة الخزعلي سيدة أعمال الإماراتية شرفتين اليوم نورتين بلنامو صباح الخير يا وطن ونتمنى إن شاء الله نشوف نموذج نفسك بالدولة شكرا لكم وشكرا وجودكم وشكرا هالوجوه الحلوى اليوم اللي استقبلناها يعطيك العافية